أصل الهوى هنا رائع آه يعني الهوى اللي رماكي فشرف ده بعدك حسين 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 انت تعرفيني شفتيني قبل كده اخس عليك يا حبيبي نشت قومي يا منحل ولا حسين أسرار كتيرة في حياة الفنانة الراحلة هند رستوم كشفت عن بعضها بنتها بسانت رضا في مقابلة تلفزيونية ومن بينها حكايتها مع الشيخ الشعراوي وسر اعتزالها ورفضها أعمال مهمة بنت الفنانة الراحلة اتكلمت عن بداية علاقة أمها بالشيخ محمد متولي الشعراوي وسر اعتزالها وقالت ان الشيخ الشعراوي ظهر في سنة من السنين وبدأ ينال شهرة كبيرة ويجذب ناس كتير لطريقة شرح القرآن الكريم كان الإعلامي أحمد فراج صديق لعيلة هند رستوم وقال لها انه بيقدم برنامج جديد لداعية بيفصر القرآن بشكل جديد اسمه الشعراوي ويمكن هو كان يقصد برنامجه الشهير نور على نور اللي كان بيقدمه في التلفزيون المصري في بداياته هند رستوم طلبت حضور دروس الشيخ الشعراوي وحضرت بالفعل وقدت بعدها فريضة الحج والعمرة ووصت بالصلاة عليها بعد وفاتها في مسجد السيدة نفيسة لأنها كانت بتحبها بسانت رضا أكدت ان والدتها اختارت الاعتزال وهي في قمة مجدها الفني وانها اختارت الحجاب والاعتزال عن الناس وقالت ان حجاب هند رستوم ما كانش غطى الراس ولكنه كان الاحتجاب عن الناس والتفرغ لأسرتها وجوزها الطبيب الشهير بعد كده رفضت هند رستوم كتير من الاعمال اللي كانت بتتعرض عليها ففي سنة تسعة وستين رفضت المشاركة في فيلم أبي فوق الشجرة قدام الفنان عبد الحليم حافظ وقالت ان الدور ما كانش يليق بمكانتها الاجتماعية بعد جوازها من طبيب شهير وبعد ما خلفت بنت ممكن تخجل من الدور اللي هتقدمه في الفيلم وهو دور راقصة ده غير ان الدور فيه مشاهد جريئة جدا كان صعب عليها تأديتها في ظروفها الاجتماعية وقتها كمان كشفت بسانت رضا ان والدتها كانت هي البطلة الأساسية لمسرحية مدرسة المشاغبين في دور المدرسة قبل ما يروح الدور للفنانة سهير البابلي وسبب الاعتزار كان صعوبة قدرة هند رستوم على توفيق موعدها بسبب عرض المسرحية يوميا اعتزال هند رستوم كان في فترة السبعينات وقدمت فيها أعمال كتير زي فيلم أعظم طفل في العالم مع رشدي أبازة وميرفة أمين وقبلها كان فيلم الخروج من الجنة مع فريد الأطرش وكان آخر فيلم لها سنة تسعة وسبعين وهو فيلم حياتي عذاب وفي السبعينات برضو قدمت الفيلم الشهير كلمة شرف مع الفنان فريد شوقي ونور الشريف ونيلي وفيلم الرغبة والضياع ووكر الأشرار ومدرسة الحسناء وملكة الليل وعجيب يا زمن وغيرها وبنلاحظ أن عقد السبعينات كان كله نشاط بسبب المجموعة الكبيرة اللي قدمتها قبل اعتزالها وكمان نلاحظ أن كل أدوارها في الفترة دي ابتعدت عن الإغراء اللي كانت بتتميز به في الخمسينات والستينات لكن زي ما بيقول النقاد أن هند رستوم كان لها أسلوب خاص في الإغراء بيبتعد عن الإبتزال والعري علشان تكون أشهر فنانة قدمت اللون ده في تاريخ السينما المصرية